السلام عليكم. انا كريمة كرم. فيديو النهاردة عن الحووشي الاسكندروني. هقولكم ازاي تعملوا الحووشي. السر اساسا في الحووش الاسكندروني دوت. في طريقة العجينة بتاعته. هنعمل عجينة طارية جدا جدا. هتتقفل معيك بمنتهى السهولة. وهتقدري كمان تتحكمي فيها. عجينة سهلة خالص. اهم حاجة تابعوني لنهاية الفيديو. هنحشي باكتر من حشوة. وهيطلع معيك احلى حووشي الاسكندروني. ما ارمش من بره وطري من جوه. وهقولك ازاي كمان تسويه في قلب الطاصة. علبة وجاس بمنتهى السهولة. هطلب طلب صغير جدا. انا عايزة كل اللي يتفرج على الفيديو دوت. يعمل اعجاب للفيديو. انا عايزة الفيديو ده يوصل لحواري خمسونية اعجاب. خلوس. اقولكم على حاجة نخليهم طلطمية. اهم حاجة اللي يشوف الفيديو. يعمل اعجاب للفيديو. شايفين العجينة بتاعتي عجينة طرية ازاي? بتتقفل بمنتهى السهولة. وكمان هتتفرد معيك بمنتهى السهولة. وكمان هنحشي بحشوة حلوة جدا. هتحبوها خالص. الحواشي دوت بتبع في المحلات بمبلغ آآ غالي جدا. وفي نفس الوقت ما بيبقاش آآ مضمون ازاي الاكل اللي بتعمل في البيت. انا بالنسبة لمكونات بتاعتي. عندي كوباية آآ زبادي آآ كبيرة. بنزل عليها بمعلقتين من السكر صغيرين. عليهم نص كيلو دقيق. او يض. وبعد كده حوالي نص معلقة ملح. ببتدي اعجن الخليط بتاعي كويس جدا. اهم حاجة بقى. اهم اهم حاجة ان انتو تفضلوا تعجنوا في العجينة دي كويس جدا. والمية تنزلوا بيها واحدة واحدة. ليه? عشان نتكون العجينة بتاعتنا عرق. العجينة لو بقى ليها عرق. هتتفرد معاك بمنتهى السهولة. واحدة واحدة بنحط المية. والمية تكون دافية. مية دافية جدا. وبعد ما عجلنا العجينة لمدة عشر دقايق. بننزل بحوالي معلقتين زيت. ونفضل نعجن في العجينة تاني بالشكل ده. بنضرب العجينة كويس جدا في قلب الطبق ليه. الحركة دي بتخلي للعجينة عرق. والعجينة تبقى طرية وجميلة جدا. بعد ما العجينة بتاعتي خدت حقها في العجل. بكيدي قدن السطح بتاعي زيت. وافردها بالشكل دوت. العجينة ديت هنفردها اربع كور. نص كيلة ضقيق بيعمل حوالي اربع ارغفة من ارغيف الحوش. هنفرد العجينة بتاعتي كور بالشكل دوت. شايفين? عجينة بطرية. وملمسها نعم ازاي? بتتشكل معي بمنتهى سهولة. لانها اخدت حقها في العجل. تمام? بالشكل دوت. شايفين? بتمط ازاي? بعد كده بجيب اه زيت. وادهن. وش العجينة بالشكل دوت. واسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. تمام? وبغطيها بستريتش غزائي او بكيس بلاستيك بالشكل دوت. واسيبها ترتاح على بال محضر الحشوات بتاعتي. تعالوا بقى بالنسبة لأول الحشوة. انا عندي هنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. عليه بصلة مبشورة. بنزل عليه بربع معلقة فلفل اصمر. وربع معلقة من البابريكا. وربع معلقة من البصل البودر. وربع معلقة آآ طوم بودر. وربع معلقة صغيرة جدا من الملح. تمام? وببتدي اخلط المكونات دي مع بعضها كويس جدا. لحد ما حس آآ ان اللحمة بتاعتي كلها اتبلت. وكل المكونات آآ باقيت ده خلت في قلب بعضها. بالشكل دوت. تمام? تعالوا بقى اه حشوة الفراغ. انا عندي هنا آآ صدور فراغ متقطعة قطعة صغيرة جدا. آآ بصل متقطعة. عندي فلفل روني. اخضر. ده بارد. بنزل عليه برشة من الملح. ربع معلقة ملح. ربع معلقة فلفل اصمر. ربع معلقة من البابريكا. وببتدي افرمهم في الكبة جميد جدا. آآ لحد ما حصل على رقوام آآ ناعم بالشكل دوت. كل المكونات بتاعتي بتتفرم وتبقى نعمة بالشكل دوت. عايزيها نعمة عشان اقدر افردها داخل رغيف الحوش. بعد ما العجينة بتاعتي ارتاحت ايدي بتبقى مدهونة آآ زيت آآ والحاجة اللي بافرد عليها عليها مدهونة برضو كزيد. بحط العجينة بتاعتي بالشكل ده. وحط الحشوة بتاعتي عليها كده. تمام? وابتدي بقى افلها ازاي شايفين? العجينة طلامة عجنت كويس. شايفين عجينة طرية بتتقفل معي بمنتهى السهولة. بصوا افلت ازاي? بسرعة? ولا عجينة نشفة ولا طرية ولا حاجة. اهم حاجة ايدي مدهونة زيت وانا بفردها. راعوا كمان وانتو بتفرضوها آآ مترققهاش قوي. يعني عايز انا مش عايزة الرغيف يبقى مترقق. ليه? لو الرغيف كان رؤيا. الحشوة بتاعتي تطلع منه. يعني احنا بنفرده بصمك حلو. بالشكل ده. ولا الحشوة تخرج منه ولا اي حاجة. شايفين? كده الرغيف بتاعي اتفرد. تعالوا بقى نفرد واحد تاني. السنية بتاعتي آآ مدهونة زيت. ايدي مدهونة زيت. بحط العجينة بتاعتي. بفردها آآ حوالي آآ نصف قطر كده. وبعد كده بنزل بحشوة الفراغ. وممكن تحطه فلفل سبايسي لو بتحبه. وتبتدوا بتقفلوا العجينة بالشكل دوت. اهم حاجة لو العجينة معجونة كويس. هتقفل معاكم بالشكل الجميل ده بمنتهى لسهولة. الحواش الاسكندروني ده اساسا آآ مشكلته او السر بتاعه في العجينة. والعجينة آآ لو مشيتوا على الخطوات ديت هتعملوا انجح عجينة حواش اسكندروني. حتى لو اتفتحت معاكم شايفين بتتقفل بمنتهى السهولة. ليه? لانها اخدت حقها في العجن. شايفين? عجينة طرية جدا جدا. نجرب واحد تاني. شايفين بتتقفل بسرعة زي? وبنفردها في قلب الرغيف بالشكل دوت. الحشوة بتتفرد بالشكل دوت. ومش ترققه الرغيف. عايزين الرغيف يبقى متماسك عشين الحشوة مش تخرج منه. شايفين? تتفرد بمنتهى السهولة. تعالوا بقى اقولكم هنتسويها ازاي? انا عندي طوصة سخنة على النار. بعد آآ ما سخنت كويس جدا ببتدي اوطي النار بتاعتي بتحيس تكون نار متوسطة. ببقى حطة في الطوصة بتاعتي زيت. بحط الرغيف بتاعي بالشكل ده. ببتدي اغطي. بغطي ليه? عشان الرغيف يستوي كويس جدا جدا. مش مجرد بس ان هو يتحمل من فوقه ومن تحت. لأ يستوي. شايفين? اولا ما الرغيف بتاعي بيبتدي يستوي. بيتنفخ ازاي بالشكل الجميل ده. نقلب مرة على الوش ده. ومرة على الوش ده. شايفين بيتنفخ ازاي? هتلاقي الوش بتاعه بيتنفخ. ليه? لأ ابتدى يستوي. الحشوة فصلت عن آآ الواجه اللي فوق. وابتدى الرغيف بتاعي يستوي. وياخد اللون الدهب الجميل ده. تمام? بتضغطه عليه ضغطة صغيرة كده. عشان آآ الرغيف يستوي معي كويس جدا. والعجينة تبقى مستوية كويس جدا. مش مجرد ان هو متحمل من فوق ومن تحت. لأ. انا عايزة العجينة تبقى مستوية حلوة قوي قوي. شايفين? شكله حلو ازاي لونه دهبي كويس قوي. اول لما بتلاقوا الحاوشي. وصل معاكم للون الجميل دوت. وانه ابتدى يتنفخ معاكم وهو بيستوي. اعرفوا انه هو استوي. تعالوا نجرب واحد تاني. شايفين شكله حلو ازاي? في كل مرة بنحط في الطاصة حوالي معلقة زيت. وهو رغيف معايا بيستوي. وتقلبه مرة كده. ومرة كده. لحد ما يطلع معاكم بالشكل الجميل دوت. بص وحت حوالي حشوة الفريق. شكلها حلو ازاي? هيعجبكم جدا. هتحبوا خالص. كده انا خلصته. اه مقرمش من برة وطري. اه ما اخدش وقته خالص. اه مش مكلف. انضف بكتير من بتاع المحلات. على الاقل اللحمة بتاعتكم مضمونة. اه سعر الرغيف دوت في قلب المحلات بيبقى غلي جدا. اه بيعمل حوالي خمسة وخمسين جنيه. وطبعا اه لحمة مش مضمونة ولا طبعا مش هيعجنه بنفس العجنة اللي انتم عملتوها بيديد. تمام? فجربوه في البيت هيعجبكم خالص. تعالوا بقى نفتحه من جوه كده. ونشوف شكله عامل ازاي. شايفين? الرغيف مستوى كويس جدا. آآ هتلاقوا الرغيف آآ كريزبي كده آآ من برة وطري آآ من جوه. اللحمة بتاعتي مستوية بطريقة كويس آآ جدا. آآ طعمه حلو قوي قوي. آآ تاكلوا معي آآ تاكلوا جنبه آآ آآ كاتشب. تعالوا نفتح واحد تاني. شايفين? اللي الرغيف ما ارمش من برة. شايفين? بردو كري الرغيف التاني يعمل ازاي? منظر اللحمة فيه ومنظر الرغيف بتاعي شكله حلو قوي. ده حواش الفريخ. شايفين? شكله حلو ازاي? وطعمه احلى واحلى. والفراخ مستوية. اتمنى الوصفات يعجبكم. وتجربوها. وتقولولي رأيكم فيها ايه?